موسيقى أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذا العدد الجديد من برنامج الذاكرة السياسية بعد ثلاثة أشهر من استقلالها رفع أول رئيس للجمهورية الجزائرية الراحل أحمد بن بلى علم الجزائر بمقر الأمم المتحدة ومنذ ذلك الحين وصوت الجزائر مسموعا بقوة في المحافل الدولية وتساهم بفعالية في الهيئة الأممية وحركة عدم الانحياز واتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية اليوم نطرح للنقاش دور الجزائر في المنظمات والهيئات الدولية ولمناقشة هذا الموضوع يحضر معي البروفيسور عطية إدريس أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر مرحبا أستاذ شكرا لك أستاذنا الفاضل وتحية طيبة من خلال كل المشاهدين الكرام ونحن أيضا نشكري لك على إتاحة لنا هذا الفضاء الهام الذي يتعلق بالجزائر ودوره في المنظمة الدولية مرحبا كما أسعد باستضافة الدكتور مصطفى دريدي أيضا أستاذ في العلاقات السياسية والعلاقات الدولية أستاذ جامعي مرحبا بك أستاذ كريم شكرا أستاذ شكرا على الاستضافة الكريمة مرحبا بالنسبة لطيوف للمشاهد الكريم شكرا مرحبا بك أستاذ الكريم في البدء وقبل الحديث عن تفاصيل دور الجزائر في المنظمات والهيئات الدولية كان للجزائر مشاركة في مؤتمر دولي مهم مؤتمر باندون كيف كان صداتك المشاركة وهي مثلها وفد من جبهة التحرير الوطني في مؤتمر باندون وهي تحت ناري الاستعمار وفي خضم معركتها التحريرية باندون باختصار يمكن أن نقوله على أنه شهاية ميلاد دبلوماسية الجزائرية لأن الثورة التحريرية حملت جناحين أساسيين الجناح الأول هو الجناح العسكري من خلال الأدوار البارزة التي قام بها جيش التحرير ومن خلال الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي والجناح الثاني هو الجناح الدبلوماسي وهذا كان المسطر في بيان أول نوفمبر لأن بيان أول نوفمبر لنزلنا إلى اليوم نتمسك به ونؤكد على أنه مرجعية حاضرة المستقبل الجزائر المستقلة وحدد أهداف وسترها بدقة تتعلق سواء بالعمل العسكري الداخلي العمل السياسي والعمل الدبلوماسي الخارجي ومؤتمر باندونغ كان هو الانتلاق الحقيقي للعمل الدبلوماسي الجزائري وكان هو أيضا انتلاق من أجل تسجيل القضية الجزائرية لدى هيئة الممتحدة وبتلك النظرة وبذلك الحضور كانت الرابطة القوية لعلاقة الجزائر بالمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي بصفة عامة وكان له صدا كبير كان صدا كبير جدا جدا لأنه صوت ربما المجموعة أفرؤسيوية كان قوي جدا وكان يصدح بالقوة ونحو دائما ننظر لهذه المواقف على أنها أيضا مرجعية لترشيد سياستنا الخارجية من خلال إعادة قراءة تلك المواقف التي فسحت المجال الواسع للدبلوماسية الجزائرية من خلال حضور شباب جزائريين غير متعلمين في المدارس العليا أو البروتوكول الدبلوماسي لكنهم حضروا بقوة أكدوا على حضور الجزائر وأكدوا على قوة ربما منطقها من أجل الدفع من أجل الاستقلال الجزائري على أساس أن فرنسا كانت تعمل دائما على تصفية أي عملية دبلوماسية خارج الجزائر من أجل دائما حجب هذه القضية على العالم الخارجي لكن بفضل هؤلاء كان دائما تعرف بالقضية الجزائرية وكان الحضور كما أشرنا في أقاسي الشرق في باندونغ أعتقد في تيكا الفترة في 1956 لم يكن يتخيل فرق جزائري أن شباب جزائريين يستطيعون الذهاب لإقناع العالم بعدالة القضية الجزائرية فلقاء باندونغ لم يكن هكذا لقاء عابر أو مؤتمر فقط وإنما كما أشرفت البداية هو ميلاد حقيقي للدبلوماسية الجزائرية وكان دافع في تيكا المرحلة دافع هو الدافع الوطني وأيضا كانت حنكة لدى الشباب الجزائري في تيكا الفترة أستاذ أن أديك إضافة في هذه النقطة أنتقل إلى سؤال آخر تفضل شكرا أستاذ خطوف بالنسبة لكما قال أستاذ الجزائر لم تتوانى لحظة في انخيرات في الديبلوماسية الدولية منذ الطورة وبروز في المحافل الدولية وهي لم تصل بعد إلى تحقيق الهدف والاستقلال الوطني فالاندلاع الطورة في أربع وخمسين يعني سنة من بعد الجزائر تجد نفسها في محفل من محافل الدول وهو مؤتمر بوندونغ وأتذكر يوم ما أن محمد يزيد رحمه الله قال لي أنه كان حاضرا كان من بين الوفد الحاضر في المؤتمر قال لي حكا لي قصة كيف كان دكاء دكاء البيعة الجزائرية أنا داك لتعريف بالقضية الجزائرية وتعريف المجتمع الدولي والحاضرين الذين أحدوا مؤتمر بأن هناك وفد يمثل جزائر كان حاضرا أنا داك في هذا الاجتماع فيقص لي قصة على أساس أنه طلب من مكتب الاستعلام باري سيبسيو قال لهم أنه طلب منهم أنهم كل عشر دقائق يطلبون يعني من خلال مكبر الصوت يطلبون اسم من أسماء الحاضرين في الوفد الجزائري على أساس أنه يلتحق بالبكتب الاستعلام كل عشر دقائق هذا دكاء من طرف الجزائريين كل عشر دقائق اقتمر هذا النداء يعني المترجم للإنسان على الرجال حتى يعلم كل من دخل أن هناك وفد يمثل الحكومة أو يمثل الجزائر حاضرا هنا حتى يعني بدأت الفكرة لإيصال الفكرة أن هناك ممثل يمثل الجزائر وليس فرنسا يعني كانت حاضرة يعني كانت الجزائر تقول جزائر فرنسا جزائر فرنسية ولكن لا كان تمثيل يمثل الجزائر في الحركة التحريرية وهكذا يعني بدأ الوافدين على المؤتمر يسمعون بأن هناك وفد من الجزائر حاضر رسميا لهذا المؤتمر أستاذ الكريم منذ أن رفع العالم الجزائري أمام هيئة الأمم المتحدة والجزائر تساهم بفعالية وانضمت إلى كل المنظمات والاهيئات الدولية كيف تقيمون إجمالا تاريخيا دور الجزائر ومساهمتها في هذه الاهيئات بصفة عامر نعم قبل أن أتحدث على دور الجزائر المستقلة وجزائر التي استعادت سيادتها واستخلالها في الخامس من جوليا العام 1960 نعود إلى فترة الدبلوماسية الجزائري خلال الثورة الحضور نعم كما أشرنا كان في باندونغ والذي اعتبرناه شهادة ميلاد الدبلوماسية الجزائرية لكن كان حضور آخر في قمة أكرا واحد واثنين وفي قمة مانروفيا وفي لقاءات على مستوى القاهرة وعلى مستوى بعض العواصم العربية أنذاك وأيضا في سويسرا نعم من أجل تعريف القضية الجزائرية لكن أيضا بعد تسجيل القضية الجزائر في هيئة الممتحدة العام 1958 وبداية مرافعة الجزائريين على هذه القضية ثم اكتساب العضوية بصفة مراقب ثم ذهب إلى العضوية الكاملة ينبغي أن نشير أن الجزائر ساهمت في بعض الإجراءات القانونية داخل هيئة الممتحدة قبل استقلال الجزائر وهي المتعلقة بالتفاوض نعم وهي توصية كبيرة جدا أنه لا يجوز لأي دولة دائمة العضوية في ميس الأمن أن تستخدم حق النقض ضد الطرف الآخر وبالتالي أن فرنسا التي كانت تعاول على استخدام حق البيت ضد القضية الجزائرية تم رفع اليد على هذه العملية التي كانت فرنسا من خلالها تريد أن تصفي القضية الجزائرية وبالتالي المساهمة الأولى هي مساهمة جزائرية وهذا ربما ففسح المجال للكثير من قضايا تصفية الاستعمار في إفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا الجنوبية لكن مع ذلك أن الجزائر بصماتها قوية داخل هيئة الممتحدة لأن الجزائر هي من أبرز دول التي تمسكت بمثاق هيئة الممتحدة وهي تشتغل على بنود هذا المثاق وتشتغل على مقاصد هيئة الممتحدة الأربعة سواء تلك المتعلقة بتحقيق سلم والأمدوليين وننظر الجزائر أنها ساهمت في تحقيق سلم وفي إدارة الكثير من نزاعات دولية وإعمالها الدائم والدأوب لتسوية نزاعات الدولية سواء في القارة الإفريقي أو خارجها القارة نتحدث أيضا على تمسك الجزائر بحقوق الإنسان وهو مفهوم كان جوهري خلال الثورة التحريرية والجزائر اليوم هي تسند الشعوب في تقرير مصيرها وعلى رأسهم الشعب الصحراوي والشعب الفلسطيني أيضا المقصد الثالث هو المتعلق بإذفاء أو تعزيز الطابعة التعاون الدولي والجزائر أيضا هي مساهمة دائمة التعاون الدولي في كل الإجراءات تحت غيطاء الأمم المتحدة وأيضا المسألة الرابعة وهي المشاركة في أجندة التنمية الدولية سواء خلال السينيات والسبعينيات خاصة عندما خاطبت الجزائر بصوت قوي سنة 1973 و74 بضرورة الدول التي كانت غائبة على هذه الممتحدة وممتحدة أنشئت بناء على مثاق سان فرانسيسكو في جوان 1945 وأغلب دول العالم أو ثلثة دول العالم للأسف كانت غائبة ولم تكن موجودة واستفدت ربما الدول التي كانت منتصرة خلال الحرب العالمية الثانية وشكلت مجلس الأمن والجزائر هي الي اليوم لا تزال تطالب بحق الدول العالم الجنوب وعلى رأسها المطلب الأخير الذي تقدم به سيد رئيس جمهورية في الاتحاد الإفريقي بضرورة إعطاء إفريقيا حقها في مجلس الأمن وهذا من خلال مقاعد دائمة عضوهم على أساس أن القارة الإفريقية هي قارة وحيدة نعم التي تتمتع بحق الفيتور دور الجزائر ماضيا وإذن حاضرا أستاذ الكريم الجزائر عضو صعال في حيات المتحدة وعضو ناشط في حركة عدل المحياز وعضو مؤثر أيضا افتحاد الإفريقي والجامعة العربية كيف ترى هذا الدور الجزائري عبر هذه المنظمات والهيئات أعتقد أن المؤسسون عبر مصارها يعني التاريخية أعتقد أن المؤسسون الأوائل ابتدام الحكومة الجزائرية المؤقتة عندما أنشئت وأسست وبدأت في نشاطها بدأت تنضر إلى ما بعد الاستقلال يعني هم كانوا يدركون أن الاستقلال آتي لا محالة يوم الأيام وعن قريب يعني في نظرهم فبدأوا ينظرون إلى ما بعد الاستقلال إلى كوين هذه الدولة الفتية الدولة الجزائرية الفتية المستقلة ذات السيادة الكاملة كيف تتعامل مع المحيط الدولي مع المحيط الإقليمي مع الجوار الجغرافي القريب يعني بدأت تضع اللبنات للاستراتيجية القريبة والمتوسطة والبعيدة وبالتالي كانت تتابع بكل دقة وبكل تفاصيل ما يحدث حولها من أحداث دولية من أزمات من تطورات في الجانب السياسي في الجانب الاقتصادي في الجانب الدبلوماسي ما هي الدول التي بدأت تنال استقلالها كيف بدأت هذه الدول تنخرط ما هي آفاق وملامح النظام الدولي الذي تكون خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية انشطار العالم أو تجزأ العالم وانشطاره إلى معسكرين متناحرين إيديولوجيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا إذن كل هذه كان المؤسسون الأوائل للدولة الجزائرية الفلاتية كانوا ينظرون إلى هذه الأجندات وهذه المواضيع وكانوا أصلا يخططون كيف يتعامل ما هي الاستراتيجية التي يتعاملون مع هذه هذا الكم من المواضيع وبالتالي عندما استقلت الجزائر في خمسة جوية في 1962 لم تنتظر كثيرا وبدأت في الإنخراط مباشرة في هذه الفعاليات في هذه الأدوار على المستوى الدولي والإقليمي وحتى الجهوي القريب فمباشرة كما قلت في بداية الحصة انخرطت أو انضمت إلى هيئة الأمم المتحدة في 1962 حوالي تلتشهر بعد الاستقلال ثم انخرطت أيضا أو انضمت إلى حركة قبل انضمت إلى منظمة الوحدة الإفريقية التي تحول أو تغير اسمها 2001 إلى الاتحاد الإفريقي وكانت من الناشطين ومن الفاعلين الكبار داخل هذه المنظمة والتي أعطت دفعا قوي لهذه المنظمة حتى تستمر في نشاطها وعملت على تحرير أو على تحرير باقي الدول التي لم تتحر أنا ذاك من الاستعمار في السوائل الفرنسي أو الإنجليزي أو حتى المستعمارة الأخرى فلاعب الدور كبير ثم بالعودة إلى مؤتمر بوندوغ الذي كان اللبنة الأولى لبروز منظمة جديدة أو تنظيم جديد وهي حركة عدم الإنحياز في سنة 1961 الجزائر حتى أنها لم تتحرير استقلالها بعد لكن كانت نشطة من خلال دبلوماسيتها في الحكومة المؤقتة بعد الاستقلال كانت من الفاعلين الأساسيين الذين أعطوا دفعا لهذه الحركة حتى يكون لها موقفا ويكون لها موقعا في المنظومة الدولية التي برزت ملامحها خاصة في الحرب البريدة وبالتالي كان لها في عهد نداك خاصة في نهاية الستينات بداية السبعينات في عهد أبو مدين وعهد جمال عبد الناصر ورئيس الهندي نهرو ورئيس اليوغ جوزيف بروستيتو ونكروما الغاني بدأت هذه القيادات تؤسس لرؤية جديدة ودول العالم الثالثة وصفة خاصة دول أفرو السياوية وكيف ينبغي أن تتفاعل وتتأقلم مع الوضع الدولي أنادك ثم أيضا الجزائر لم تتأخر في الانضمام إلى الجامعة العربية التي تأسست في 1945 في فترة اندلاع الحرب العالمية الثانية والتي تأسست قبل نسعة هيئة الأمم المتحدة الجزائر خرطت أربعين يوما بعد استقلالها يعني مباشرة ما استقلت أربعين يوما خرطت أو انضمت إلى الجامعة الدول العربية كانت هناك رؤية واضحة بالنسبة للسياسة وكانت هناك فعالية وكانت مساهمة أستاذ الكريم بالإضافة إلى ما ذكره الأستاذ من مساهمات كبيرة خلال تلك المرحلة وخاصة مرحلة 60ات وبداية 70ات هل كان لجزائر دور مؤثر في هذه المحافلة الدولية بطبيعة الحال لأن الجزائر دخلت وهي تحمل شعارات ومتمسكة بمبادئ وتحمل إرزة الثورة نعم لأنها صاحبة عظم الثورة في القرن العشرين وهذه الثورة التي وظفت الداخليين وتم استثمارها خارجين من خلال دائما إذكاء هذا البعد التحرير عن مسؤول أفريقيا ولو بسؤ العالمي وهو دائما ما أشار إليه نيلسو مانديلا لأنها مكة الطوار وقبلة الأحرار أيضا أنها لايبة دور كبير جدا داخل أروقة الأمم المتحدة من خلال دائما فتح الملفات التي كانت تعالق المتعلقة بتصفية الاستعمار وخاصة فعالية الدور الجزائري بعد 8 أكتوبر 1962 لأن اعتماد الجزائر كعضو دائما كامل وضوية بعد 13 وثلاثة أيام من استقلال الجزائر استقلت في 5 جوليا 1962 وأصبعت عضو كامل يوم 8 أكتوبر 1962 ولذلك نحتفل به كل سنة كجزائرين ونسميه بيوم الدبلوماسية لأنه انتصار حقيقي وتم رفع العالم الجزائري إلى جانبي كل الدول أخرى الأعضاء أو كاملة العضوية داخل هيئة الأمم المتحدة وهذا المبدأ الذي كما أنشرت بي الجزائر من خلال مساند الشعوب في تقرير مصيرها ودعم حركة تصفية الاستعمار ساهم في زياد عدد دول هيئة الأمم المتحدة وعمل دائما على خلق ديناميكية داخلية بما فيها سواء نظام تصفية الاستعمار أو نظام الوصاية أو غيرها من الجوان من أجل دائما إزداء وتعزيز حق الشعوب تقرير مصيرها لكن كما أشرت دائما هذه المسيرة هي مهمة هي تلمس خاصة داخل اقتصاد الاجتماعي في سبعينيات خلال هذا الخضم الاقتصادي الكبير جدا في العلاقة مرحلة كانت حركية كبيرة جدا نظام اقتصادي عالمي جديد في بداية السبعينيات وبعد الحضر البترولي العربي على الدول الغربية كمناثر القضية الفلسطينية أيضا الأمور كانت مرتبطة بالصراع العربي الصهيوني رذاك في سبع وستين وانتصار اكتوبر سبعينيات كل هذا ولد الكثير من الرمزيات الكبيرة التي تحركت في إطارها الجزائري وتحركت ضمن المجموعة العربية وضمن المجموعة الافريقية لأن الجزائر دائما تؤمن بالعمل الجماعي وتجسد العمل الجماعي كما أشار الأستاذ دريد عندما يتحدث على حركة عدم الانحياز التي أكدت دائما على موقفات الدول البعيدة على تجذوب الحرب الباردة أنذاك لا هي من المعسكة الشرق ولا هي من المعسكة الغربي وإنما تم وصفها هذا الوصف للأسف السلبي المتعلق بدول عالم الثالث لكن الجزائر مع ذلك كانت صوت دول حركة عدم الانحياز من أجل تقريب رجالة النظر بين الكبريات الدول وأعتقد إنجازات الدبلوماسية كانت مهمة خاصة بالنسبة الأمريكا عندما صرحت الجزائر وعملت على فك أسر رهائل الأمريكيين في طهران الإيرانية ولعبت كما أشر دائما دور كبير في إدارة الكثير من القضايا التي عجزت علىها كبريات الدول لكن بفضل المصدقية العالية التي دخلت بها الجزائر الحضيرة الأممية والحضيرة الدولية سمح لها بأن تلعب هذه الأدوار الكبيرة ولا تزال تلعب هذه الأدوار لأن الجزائر كلما احتضنت المشاريع الكبرى والمشاريع القرية والمشاريع الدولية تنجح وتتقدم مسافات كبيرة جدا على سلم الإحداث الدولية تفاصيل كثيرة أستاذ حول دور الجزائر وفعاليتها ومساهمتها أستاذ الكريم الجزائر دائما وانطلاقا من مبادئها الثابتة تسعى إلى الحفاظ على السلم والأمن الدولي وانتهاج سياسة الحوار والمصالحة في حل القضايا العالقة عبر العالم مثلما ذكر أشار إلى وساطات قامت بها الجزائر بطلب من دول أخرى كيف كان صداء هذا الدور وهذه المشاهمة وهذه الدعوة دائما إلى السلم والمصالحة وانتهاج الحوار نعم الجزائر كانت لديها رؤية بوعد بصيرة دائما كانت تراقب عن قرب كل التطورات التي تحدث على المستوى الدولي كل التحولات التي كانت تطرع على المستوى الدولي حتى التحولات أو التغييرات التي تطرع على الساحة الإقليمية أو على الساحة الجهوية وبالتالي كانت دائما سباقة في طرح بعض المبادرات وطرح الأفكار حول التغييرات التي تحدث وبالتالي لابد مثلا في حركة عدم الحياز عندما أتت لها الفرصة وعاقدت الدورة في الجزائر في سنة 1973 طرحت أفكار من بينها عادت النظر في المنظومة الدولية النظام الدولي الجديد الإصرار على مواصلة مساندة الحركات التحرورية في العالم حتى يتم استقلال الدول التي لم تستقل عن ذلك وأيضا طرح أفكار المساواة والحذية والديمقراطية على المستوى المحافل الدولية وأيضا ساهمت في فكرة ما يسمى بالحياد الإيجابي بمعنى ليست أنك تتبنى الحياد أنك تكون حيادا سلبيا وإنما حياد إيجابي لابد أن تتفاعل مع الصحيح أنك لا تنجذب إلى معسكر من المعسكرين ولا تنساغ إليه ولكن تحاول أن تبحث الحلول وتطرح البدائل وتطرح المبادرات حتى يكون انفراج دولي وحتى العالم يسير إلى التعاون والتعايش أكثر منه إلى الصراع والتصادم فهذه الفكرة كانت الجزائر من بين الدول القليلة التي كانت تطرح هذه الأفكار وكان يتبناها المجتمع الدولي سواء في الجمعية العامة لأنها طرح معقولة طرح معقول وأن الجزائر أيضا عانت الكثير وتعرف مدى مدى الاستعمار مدى الظلم الذي تعرض له الجزائر أستاذ الكريم أشار منذ قليل إلى الجزائر دافعت عن القضايا والقضايا العادلة وكانت هناك شعوب كثيرة تحررت بفضل الجزائر كيف رافعت الجزائر عن هذه القضايا وكيف كان ردد الفعل تجاهها في هذه المحافظة الدولية بالفعل على سبيل المثال سنة 1960 فرنسا تخلت على كل مستعمرات في أفريقيا من أجل أن تتفرغ لتصفيت الطورة الجزائرية نفس الشي أن الجزائر كان بعدها الثوري وإشعاع طورة تحريرية مرجعية للكثير من الشعوب التي كانت تحت نير الاستعمار وأرادت أن تستقل فيها نعم مستعمرها السابق مهما كان نوع المستعمر بلجيكي أو إسباني أو برتغالي أو فرنسي أو بريطاني وأعتقد الاستعمار كما يشير هشو منها هو تلميذ الغبي لا يدرك دائما أنه سوف يأتي يوم ويرحل وأن أبناء الأرض الحقيقيين بالمناسبة نظرا لعظمة كفاح الشعب الجزائري بعد مسافة زمنية تقدر بـ 132 سنة هذا الرقم هو رقم كبير جدا في تاريخ الشعوب في تاريخ الأمم لكن مع ذلك إرادة الجزائريين أرادت أن تكون الجزائر الجزائرية وليس الجزائر الفرنسية كما رأها البعض وبتالي الجزائر عندما ذهبت وشاركت في تأسيس ملظمة الوحدة الأفريقية التي أصبحت حاليا لإتحاد الأفريقي في 25 ماي 1963 عملت على تأسيس لعديد من المبادئ من بينها مبدأ مسانة شعوب في تقرير مصيرها مبدأ قدوسين حدود موروثة على الاستعمار وبتالي الرؤية الاستشرافية والاستباقي الجزائر كانت هي مبدأ حدم تدخل في شؤون داخلية الدول على أساس أن الغرب ينظر للدول الأفريقي أنها دول منقص سيادة أو أنها مجرد كيانات سياسية لكن الجزائر بفضل ربما هذه المنطلقات السليمة عملت على تماسك منظمة الوحدة الأفريقية ساعدت من خلال قمة الجزائر سنة 1999 الدولية وعملت على إصلاح هيكل منظمة الوحدة الأفريقية وتحويلها من حيث الإسم ومن حيث المستمعات بل ذهبت إلى مأسسة مجلس سلم والأمن الأفريقي في الجزائر وهي في أفريقيا وهي تترأسه منذ البداية وهذا من خلال خلق تصور قاري وتصور جهوي لهندس سلم والأمن على المستوى الأفريقي نهيك أيضا على أطروحاتها لإصلاح جميع الدول العربية وكانت ذلك في مارس 2005 عندما طرحت الجزائر خارطة الطريق مهم جدا وكانت هذه الخارطة بشراك الدول العربية أخرى عن طريق محور الجزائر الدوحة والرياض لكن للأسف دائما أن ويرادة عربية بقت منتكسة لم تمتلك الجرأة الكافية لإصلاح جميع الدول العربية وإعطاءها نفس وروح جديدين للعمل العرب المشارك وتجدد ذلك في القمة الأخيرة أعتقد أستاذ الكريم بالإضافة إلى ما تفضل به الدكتور البروفيسور دريس عطية الجزائر وهي دائما يسعى إليها من أجل حل القضايا العالقة في الدول وهناك تجارب كثيرة مثلا في القرن الإفريقي قضية الرهين الأمريكيين وقضايا أخرى عادلة ما هي أسس مبادئ الدبلوماسية الجزائرية حتى تصبح مطلوبة كثير من الدول لحل القضايا العالقة بين مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية أو الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر تبنت فكرة أنها لا تطرق كنسيا شاغرا في أي منظمة أو هيئة إقليمية يمكن أن تتواجد فيها وبالتالي كما قلت سابقا وكما أشار أيضا للأستاذ أنها منذ الساعات الأولى أو منذ الأشهر الأولى من الاستقلال بدأت في انخراط بكل فعالية في المنظمات الدولية والإقليمية انخرطت في هيئة المتحدات للأشهر بعد الاستقلال انخرطت في منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت الاتحاد الإفريقي في سنة 2001 انخرطت في الجامعة العربية انخرطت في منظمة المؤتمر الإسلامي التي أصبحت تحت مسمى منظمة التعاون الإسلامي ومؤخرا كان اجتماع قمال المجالس التنفيذية لهذه المنظمة العقدة هنا في الجزائر انخرطت في المنظمات الإقليمية والنقطة التانية انها لم تترك كرسيا شاغرا يعود إليها في هذه المنظمات سواء الدولية أو الإقليمية نقطة التانية انها كانت تبادر إلى طرح الأفكار وطرح المبادرات وكانت ربما لو نعود إلى نشاطها في السبعينيات من القرن العشرين وخاصة في حركة عدم التحييز أو حتى في منظمة الأمم المتحدة في هذه الفترة ساهمت مثلا في إقحام الصين كعضو في منظمة الأمم المتحدة والتي احتلت مكان عندما طورت طيوان وحتلت مكانها الصين الشعبية ثم اللقطة تانية إدخال في الجمعية العامة الأمم المتحدة في سنة 1974 وإدخال منظمة التحرير الفلسطينية إلى هذه الهيئة ثم الدفاع عن الحركات التحريرية والإعلان عن الكثير من المبادئ وكانت دائما تطالب السلم والأمن في القارة الإفريقية التي هي عضوها نقطة أساسية هي أن الجزائر بحكم الدبلوماسيتيا بحكم تواجدها الجغرافي أنها تنتمي إلى تلت قارات تنتمي إلى القارة الإفريقية تنتمي إلى العالم العربي وتنتمي إلى المحيط المتوسطي وبالتالي كانت تواجدها في تقريبا كل الهيئات والمنظمات وحتى المنظمة الفرعية فهي منخلطة في الحوار المتوسطي خمسة زايد خمسة منخلطة في الاتحاد المتوسطي الذي تأسس في سنة 2008 منخلطة في الميكانيزمات المنظمة أو الاتحاد الإفريقي في نيباد يعني الشاركة من أجل التنمية في إفريقيا في سنة 2002 طرحت مكانت من بين الذين طرحوا فكرة أو أجندة في إفريقيا سنة 2003 يعني في هذه السنة تغلق سوف تصل إلى إفريقيا أو تحتفل إفريقيا بميلادها المئة وطرحت فكرة إفريقيا بدون أو إسكات صوت البنادق في إفريقيا وكانت تدافع بقوة على استقرار الأمن والسلم في إفريقيا لأن التنمية عندما نتكلم على التنمية في إفريقيا لا نستطيع أن نتكلم على التنمية دون استقرار ودون أمن ودون إسكات البنادق في هذه القارة من خلال النزاعات والطنعحورات الداخلية داخل القارة الإفريقية ثم أن هناك فكرة أن الجزائر أيضا ساهمت في طرح فكرة الحوكمة وفكرة الديمقراطية في القارة الإفريقية لأن الغرب كان ومازال ينظر إلى إفريقيا على أساس أنها قارة عدراء ومتخلفة وكثير من الثروات ينبغي استغلالها مدام أن شعوبها ومدام أن قيادتها لم تنضج بعض للدفاع أو حتى منع هذه الدول من استغلالها استغلالا بشعا وترك الشعوب الإفريقية في تخلفها وفي فقرها وهي تنام على ثروات هائلة ممكن أن تسمو بها إلى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة نعم أستاذي الكريم أذكر على مثل ما ذكرت في دورها خاصة دورها في إفريقيا هناك الجزائر كانت من أبرز دول التي المبادرة إلى برنامج التنمية في إفريقيا وأيضا التعاون الوثيق بين الجزائر وهيئة المتحدة يوجد هنا أكثر من 17 وكالة وبرنامجا بالجزائر هذا يدل على تعاون الوثيق بين هذه الهيئات أستاذي الكريم على ماذا ترتكز السياسة والديبلوماسية الجزائرية في إضاحة مواقفها والمشاركة في صنع القرارات الدولية أعتقد أن الجزائر وهذه كلمة قالها السيد رئيس الجمهورية أنها تتمتع بالمزداقية لدى النظراء الدوليين وهذا يعود دائما إلى أن الجزائر لا تتجر في الملفات الدولية لا تستطمر أطمع نعم لا تستطمر في مآسي الآخرين وليست دولة أطمع كما أشرت لأن ربما الآخر تعلم على أن يساوم على كل شيء ودائما يبحث على محاصلته النهائية ماذا يمكن أن يستفيد الجزائر ربما لا تسأل هذا السؤال لنفسها وإنما من منطلق إيمانها بالقضايا العادلة ومساندتها الشعوب في تقرير مصيرها وتمسكها بدمقرة العلاقات الاقتصادية الدولية واحترامها للهيئة الدولية لأن للأسف هناك أطراف أصبح تتنكر لقرارات مزأم دولي ولتوصية الجميع العامة الأمم المتحدة ولكل ما يزرع هي الأمم المتحدة وهذه دول موجودة في الجوار وهي دول فاشية تمارس هذا المنطق الفاشي بكل عنجهية نفسها هذه الدول أيضا هي تتنكر لمثاق الاتحاد الأفريقي وتسعى لإدماج كيانات دخيلة على الاتحاد الأفريقي ولا تعترف بمثاق الاتحاد الأفريقي ومبادئه الأساسية فسر قوة الدبلوماسية الجزائرية في أنها الدبلوماسية هادئة دبلوماسية متمسكة بالمبادئ وعلى رأسها مبدأ عدم تدخل شؤون داخلية الدول مبدأ إعمال التسوية السلمية ونزاع الدولية مبدأ حسن جوار الإيجابي مبدأ التعاون الدولي وتفعيل التعاون الدولي وغيرها من المبادئ السليمة التي تمسكت بها دبلوماسيتنا وهذا يدخل في إطار دائما لأن العلاقة بين الدبلوماسية والسياسة الخارجية كما أشرت في سؤالكم أن الدبلوماسية هي أداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية لكن أداة في السياسة الخارجية هناك الكثير من العوامل التي يتم تفعيلها سواء في الإطار الثقافي أو في الإطار الإنساني من خلال دائما الممارسات الإنسانية التي تقوم بها الجزائر من خلال المساعدات في منطقة الساحل وفي أفريقيا وحتى دائما مناصرة المنكوب وغيرها من الجوارب وهذا الشيء إلى جانب أيضا السياسة القوية التي تمارس من قبل الشركاء الدوليين ومعهم بكل ندية وبكل منطلق يحاكي دائما على أن الجزائر هي قوية ثابتة وقوطها دائما تعود إلى تمسك بهذه المبادئ ومصدقيتها على أساس أن الشرف الدبلوماسي والقدسية التي تمتع بها الجزائر جعلها محط إعجاب ومحط تبجيل من قبل الكثير من الشركاء الدوليين وهذا الذي فسح لها المجال واسعا في الفضاء العربي وفي الفضاء الإفريقي وعلى المستوى وفي كل الفضاءات الدولية ستبقى معك هل الجزائر قادرة على الحد من التوترات الدولية الخطيرة وهي التي اتسمت مبادئها وسياستها بدعوة دائما للحوار المصالح هناك رصيد دبلوماسي للجزائر ينبغي أن نعود دائما للبحث فيه حتى الأزمات التي كانت الجزائر طرفا فيها كان صوت العقل في الجزائر يصدح بقوة ونعود هنا إلى حرب الرمال سنة 1860 أن تسوية هذا النزاع بين الجزائر والمغرب كان في إطار مبادئ الاتحاد الأفريقي وهو مبدأ قدسية حدود موروثة عن استعمال وتحت غيطاء منظمة محدة الأفريقية وبمشاركة رموز الأفريقية وعلى رأسهم الإمبراطور الأثيوبي هيلال سيراسي نفس المبدأ عادل للجزائر وتسوية النزاع بين البلدين الجهرين الذين يعانين من المشاكل كبيرة جدا وهو مبدأ الحدود موروثة عن الاستعمار وتسوية هذه النزاعات تحت غيطاء أفريقي ساهمت في تثبيت الأوضاع الأمنية والاستقرار في الديمقراطية وفي مدغشقر وفي منطقة البحيرات الألع العظمى وأيضا على مستوى بين ليبيا وتونس وبين ليبيا ومصر في أكثر من حالة هي ترافق هذا النزاع المزمن وممتد في مالي منذ سنة 1962 إلى اليوم لأنه كان لقاء في نهاية السابينيات وكان لقاء في سنة 1996 ولقاء في سنة 1996 ولقاء 2006 ولقاء 2014 ولقاء 2015 والجزائر إلى اليوم ترافق ربما ترتيب الأوضاع من أجل تعزيز الاندماج الداخلي في دولة مالي بالتالي حضور الجزائر عمسو إفريقيا هو حضور قوي للغاية لكن نفس الشيء حتى فيما يتعلق في الإطار العربي وفي الإطار الفوق العربي بين العراق وإيران خلال ثمينيات كانت الجزائر ترافق وتبدو الجهود كبيرة كبيرة جدا بل فقدت أعز دبلوماسيها للأسف أنا ذاك جراء دائما إنصافها لهذه المبادئ وإعمالها دائما للوسائل السلمية والوسائل الدبلوماسية من أجل إدارة هذه النزاعات الدولية اليوم الجزائر في عز من أجل تقريب وجهة نظر وبالتالي الأمر هو عالمي هو فقاري هو يجمع كل هذه العالم من أجل دائما التوجه سريعا نحو نظام عالمي أكثر عدلا وأكثر إنصافا مثل ما ساهمت الجزائر سابقا تساهم الآن أيضا في حد من التوترات وفي حل النزاعات أستاذ الكريم هل الجزائر مستطيع القول أن لديها دبلوماسية حاليا مريحة على مستوى دولي في كل محافل ومرابر دولية طبيعة الحال هذا يعني ربما لسنا نحن الذين نقوله ولكن قاله العديد من الزعماء في مناسبة عدة في محافل دولية أشهد بدور الجزائر الفعال في كثير من القضايا التي كان لها دور في محاولة تقريب وجهات النظر ومحاولة التقليل من التوتر وحتى أن كما قلت سابقا أن الجزائر عندما تبنت الحياذ الإيجابي ضمن مفهوم حركة عدم الحياذ وعادة تفعيل هذه الحركة حاولت أن تكون على مسافة واحدة من كل الأطراف المتساعة تقيم علاقات حسنة وجيدة مع الولايات المتحدة تقيم علاقات حسنة وجيدة وفعالة مع الروسيا تقيم علاقات طيبة وحسنة وفعالة ونشطة مع الصين جزائر تقيم مع علاقات مع كل دول وتنتهي دبلوماسية المتعددة لأطراف شكرا أستاذي الكريم على تلبية الدعوة على كل هذه الإضاحات والمعلومات شكرا أيضا البروفيسور دريس عطية على حضورك وأنت حاضر دائما معنا شكرا لكم وفي الختام أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة وهذا رشاد عبد سابد خطف يحييكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة